ادانة المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة اليوم الثلاثة جنديا بالتخابر لصالح الميليشيات الحوتية وإفشائه أسرارا عسكرية ووفقا لسبتمبر نت فإن المحكمة العسكرية ادانة المتهم جندي صالح يحيى صالح شمسان المرهبي ادانته بالتخابر مع العدو المتمثل بالكيان الحوتي ومكاتبته بمعلومات عن الجيش الوطني هذا واقرت الحكومة في الجلسة التي عقدت اليوم باعدام المتهم تعزيرا رميا بالرصاص الجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية بمأرب أصدرت أواخر الشهر الماضي حكما باعدام ثلاثة جنود والسجن بحق 11 آخرين بتهمة قتل ضابط في الجيش بمحافظة مأرب شمال شرقية اليمن وفي سبتمبر الماضي حكمت المحكمة بالاعدام تعزيرا بحق خلية حوتية متورطة بجرائم اغتيالات لضباط بالجيش وزراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات عسكرية وقررت المحكمة العسكرية إلزام النيابة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهما بينهم زعيم جماعة الحوتي عبد الملك بدر الدين وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية في جماعته ومؤخرا ألقى الجيش الوطني القبض على خلايا حوتية عديدة في مأرب وتعز ترجمة نانسي قنقر